مهما تكلمنا، مهما قلنا، مهما حكينا، مهما الروايات روناها مش هنقدر نقول للصور اللي بتطلع كل يوم من بطولة كاس العالم لكرة اليد السبع والعشرين ولا نقدر نتدحقها الصورة اللي بتصل إلى العالم أجمع لو دفعنا فيها مليارات، مش خسارة إن الصورة اللي بتطلع من مصر كل يوم في ظل وجود الأمن، في ظل وجود الأمان في ظل جائحة كورونا اللي بتكتاح العالم أجمع لكن الأمن والأمان والطمأنينة والبسمة اللي موجودة على الشفاء والوجوه المسترياحة على الآخر في خلال البطولة تقول لنا إن احنا ماشيين صح قوي تقول إن المجهودات اللي خلال الفترة الماضية بداية من فخامة الرئيس سألنا بالصورة يا تير خليك معايا خسابة على الشاشة بداية من فخامة الرئيس لدولة رئيس الحكومة لكل الحكومة الدكتور أشرف صبحي يا جماعة ده المنتخب الألماني مرارا وتكرارا أمام الأهرامات وحنشوف النهاردة زيارتهم للأهرامات المنتخب الفرنس وغيره من المنتخبات الصورة دي لما تنزل على الشاشات وتنزل في الصحف العالمية في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية دي معناها إيه؟ تحضرت مصر كلها الأمن والأمان والطمأنينة والعالم كله قافل على نفسه منتخب الياباني على شواطئ مدينة الأسكندرية لما كانوا موجودين في برج العرب والصالة المغطى هناك اللي خلصت مع الدور الأول وانتقلوا بعد كده إلى أقارة ده المنتخب أعتقد الفرنسي وهو بيزور الأهرامات الصورة دي نتفحفها دي ايه؟ الصورة دي عنوانها ايه؟ تقول للعالم ايه؟ تقول للعالم دي مصر دي مصر بأمنها بأمانها بحكومتها بقيادتها بان العالم كله قافل وخايف لكن مصر زي ما قال فخامة الرئيس في كلمة افتتاح الخاصة بكاس العالم ان احنا بنتعايش مع فيروس كورونا بالفعل لازم كلنا تعايش شفوا الصورة شفتوا الراحة والأمن والأمان والطمأنينة اللي قاعدين فيها أو قاعدة فيها المنتخبات العالمية هذه الزيارة لمنطقة الاهرامات وحضارة مصر التاريخية يا جماعة صدقوني شكرا الحكومة المصرية شكرا قاعدتنا السياسية شكرا وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبح على المجهود الكبير اللي بذلوا مع كافة السادة الوزراء المعنيين ان هم يطلعون الصورة الجميلة ده والطبلور الرائع ده والأمن والأمان والرسالة اللي وصلت كل عالم أجمع هي دي مصر حط تحتها خطوط عريضة جدا 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 وبالتوفيه إن شاء الله أيضا لمنتخبنا المصري اللي بالأمس فاز على منتخب الاتحاد الروسي بفارق خمس أهداف 28-23 وقدم مباراة أكثر من رائعة أحمد لحمد بدأ يستعيد بريقه مرة تانية الطيار للمحل محل هنداوي بالأمس تمام علي وكل الموجودين في الفريق بصراحة حاجة شرف هم دول ولاد مصر طبعا كلنا عارفين إن عندنا الدور الرئيسي أربع مجموعات كل مجموعة ست منتخبات بيلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات الثلاثة اللي لم تكن معه في الدور الأول الفوج بيسوي نقطتين التعادل بيسوي نقطة والهزيمة بتسوي صفر بيصعد الأول والتاني من المجموعات الأربعة إلى دور الثمانية اللي هيقام بنظام خروج المغلوب وبنظام المقص الأول مع الثاني والتاني مع الأول مجموعة مصر طبعا مرتبطة بالمجموعة اللي بتضمه منتخبات الدنمارك وكرواتيا وقطر والأرجنتين واليابان والبحرين أقول لحضراتكم الموقف في مجموعتنا على النحو التالي حتى الآن السويد طبعا لعبة مباراة تعدلت فيها في الدور الرئيسي طبعا له 26 عليه 26 أربع نقاط من الدور الأول والدور الرئيسي دلوقتي نقطة واحدة يسوي خمس نقاط سولوفينيا في المركز الثاني بعد تعدلها بعد فوزها على مقدونيا بقى عندها 31 وعليه 21 عنده نقطتين من الدور الأول وفي الدور الرئيسي فاز بمباراته أمام مقدونيا بقى عنده أربع نقاط يليه مصر على طول برضو بنفس الرصيد أربع نقاط طبعا فاز على منتخب الاتحاد الروسي بقى له 28 هدف عليه 23 وعنده اتنين زائد اتنين من الدور الأول نقطتين واربعة بعد كده بقى ست نقاط طبعا بقى أربع نقاط عفوا اتنين واثنين بقى أربع نقاط طبعا تحاد الروسي لكرة اليد عنده تلاتة من الدور الأول وبعد كده يعني خسر من مباراتنا بالأمس عنده تلات نقاط فقط اللي هو حصل عليهم من الدور التمهيدي روسيا البيضة بعد كده عندها نقطتين اتنين ومغدونيا ما عندهاش ولا نقطة طبعا مصر ان شاء الله بإذن الله عندها مباراة مهمة جدا مع بلا روسيا في الغد في تمام السابعة ان شاء الله منتخبنا زي ما عودنا دايما الرجولة والأصالة والمعدن المصري الأصيل لما بيبقى موجود في الشدة ان شاء الله كلنا معاكم المدرجات خاوية صحيح لكن كلنا في البيوت أمام شاشات التلفزيون بنشجع بنهاتي بنقب مع كل هدف بتحرزوه مع كل كورة بتصدلها هندوي أو الطيار كلنا بنبقوا قافين نشجع وكلنا قلوبنا معاكم وان شاء الله بإذن الله قادرين على العبور اللي دور التمانية وإلى أبعد من كده ان شاء الله عشان تكتمل الصورة الحلوة والصورة الجميلة لمنتخبنا الوطني بالتوفي ان شاء الله اشتركوا في القناة